أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق للوفد المشارك في منحة برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة السالسة أن الهدف من هذه المنحة هو نقل التجربة المصرية في رسوق مؤسسات الدولة الوطنية جاء ذلك خلال استقبال رئيسي المجلس للوفد المشارك تحت شعار شباب عدم الانحياز وتفعيل الجنوب جنوب وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة 150 شابا وفتاة من مختلف دول العالم بمقر المجلس المنحة أحد أهم من المنحة التي تقدمها الدورة المصرية لدعم وتبكين الشباب المنحة برنامجها قوي جدا فيها زيارات مهمة جدا فيها لقاءات مهمة جدا مع شخصيات سياسية وشخصيات قيادية المنحة بهدفها أن نحن بيكون فيه تمكيل للشباب العربي والإفريقي والعالمي كمان المنحة السنة دي أول مرة يكون فيها أكثر من 150 مشارك مبسوطين جدا بالمنحة دي وشكري لسعادة رئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة دي وإن شاء الله تدوم مصر دائما دائما للجهود القيادة الشاب هذا التجمع يعطي انطباع ويعطي رؤية ويعطي حماس في الشباب وهي رسم خارطة طريق يعني ممكن الأفكار هذه في يوم من ما تشوف النور طبعا